جهود كبيرة تقوم بها القيادة السياسية من أجل تأمين غذاء المصريين فالأرصدة الغذائية أصبحت آمنة بفضل الخطط التي قامت بها الدولة الرئيس سيسي دائما ما يوجه باستمرار جهود توفير السلع الغذائية الأساسية وتعزيز الاحتياط الاستراتيجي منها وذلك لتلبية احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة وإتاحتها في المنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية الخطط التي قامت بها الحكومة تشمل تطوير عدد من شركات الصناعات الغذائية خاصة شركتي قهاء وإدفناء وذلك لاستعادة إنتاجها المتميز بهدف تعزيز قيمة المنتج الوطني في السوق المحلية وزيادة قدراتها التنافسية وتعظيم الفرص التصديرية ليس هذا فحسب بل تم وضع البرنامج الوطني لإنتاج البذور ذات الجودة العالية من حيث الكميات الانتاجية والنوعية المتميزة ومقاومة الأمراض وذلك بالشراكة مع الخبرات الأجنبية المتقدمة في هذا المجال بهدف استنباط أفضل لأصناف المحاصيل الزراعية المحلية الجهود التي قامت بها القيادة السياسية عملت على تحسين جودة الانتاج الزراعي فضلا عن تقليل فاتورة الاستراد من الخارج دعما لخطة الدولة لإرساء دعائم التقدم التكنولوجي في قطاع الانتاج الزراعي المحلي لتوفير أفضل المنتجات الزراعية للمواطنين وفق أرقى المعايير والمواصفات الصحية والغذائية وحرصا من القيادة السياسية على توفير جميع المنتجات ثم التعاون والشراكة مع عدد من الدول ذات الخبرة في إنتاج زيت النخيل وذلك لإقامة منطقة الليجيسية في مصر تختص بتكرير وإنتاج تلك النوعية المتميزة من الزيوت لصالح الاستهلاك المحلي اشتركوا في القناة